بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مقاليد الحكم قامت وزارات ومؤسسات الدولة في مملكة البحرين بأحياء هذه المناسبة الوطنية بأجواء ملؤها العزة والفخر بالمكتسبات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وذلك من خلال إقامتها احتفالات وفعاليات في مقراتها إذ أقامت وزارة الصحة احتفالا تحت رعاية وزيرة الصحة حيث شمل الاحتفال على العديد من الفقرات وإجراء المسابقات وتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة المجيدة كما أحيت هذه المناسبة وزارة التربية والتعليم في مقرها في مدينة عيسى واجتملت الاحتفالية على العديد من الفقرات الوطنية والمسابقات والأركان المبتكرة بمشاركة عدد كبير من الطلبة ومنتسبي الوزارة كما عبرت وزارة الإسكان عن مشاعر الحب والامتنان للوطن من خلال احتفالية وطنية أقامتها بحضور موظفيها هذا واحتفلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالأعياد الوطنية خلال إقامتها احتفالية تضمنت أجواء من الموسيقى والفرح حيث اجتمل الحفل الوطني لها العديد من ملامح الوفاء للوطن ترجمة نانسي قنقر